ليك بقى? لو اتعرض عليك تمثل في مسلسل من مسلسلاتك. لا 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 خالص. ولا مسل ولا اغني ولا اطبخ. لا بس انت هتغني معنا دلوقتي. نعم. هتغني معنا دلوقتي. انت لاتة دول ممنوعين خالص اه. يا تعورك ما غنيت في حياتك اكيد كل واحد بعدي دندن. اه دندن بس كده يعني. طب ما تدندن. لازم حاجة اتشغالها معايا. طب ماشي. ممكن اشغالك انا بقى دلوقتي بقى ساعات بروح برامج في مدينة الانتاج. وبخلص بقى باجي النادي هنا في ازيد هنا في الشيخ زايد من الساعة تسعة نسعة وعشرة. وبطلع هوا الساعة اتناشر بالليل. فبقى بقى ايه بقول لها نبعط لك عربية اصح هرجع تاني مشوار طويل وبعدين ارجع تاني فبقى ايه بواصل بروح عربية. فبقيت بقى ايه اخلص البرنامج واركب العربية وعلي واسم اغاني شعبي عشان ايه اغاني شعبي. اه اه اه. زي مين بقى بتسمعه شعبي. اي حد اي حد بسمعه بقى. عشان ايه? افضل ايه? متنامش. اه منامش عشان اوصل البيت يعني. لكن انا ليه 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 ستايل معين في الاغاني. اه زي ايه بقى. يعني انا مثلا احب اه فيروس جدا اعشاقها. احب ميادة الحناوي جدا. احب مكلسوفة وقات معينة. اه احب اسمحها يا كده في كده. بالليل كده. سلطانة كده. ايه سلطانة كده. بس في اه. مين انت عملت شوالة ملتش اسم الراجل خالص. بس سمعش غسيتات. معينينا في رمضان. انا كبيري غلط انا كبيري غلط. احب تامر. احب تامر حسني جدا. احب اه وقل كفوري. احب عمر دياب. عمر دياب يبقى اشغله كايني راح الساحل. حتى لو انا مسلا في عيس الشيطة و لبس اه بلطه. كايني راح الساحل. اه دول من الناس اللي انا يعني احب اسمحهم يعني. طيب اه اسألك سؤال علاء نبيل او كابتن علاء نبيل رومانسي? اه. يعني يعني. الناس يعني الناس كتير يشوفوني يقولك يا ابتن انت اه. في ناس بيك تخذ تكلم معايا. اه وفي ناس مرة واحدة جات سلمة لها ولا امور بتترعش. طيبها حضرتك مالك في ايه. ايه. مش قايتلي مش مصدقة يعني اللي انا حركته هتفضلين تريدي معاي في الكلام. طيبها ليه يعني في ايه. بعدين لا انا يعني رومانسي جدا. واي اقول لها حضرتك حاجة دمعتي قريبة. يعني اه في مواقف معايا انا تلاقي دمعتي قريبة جدا. اللي انت شافة اه. تفتكر اخر حاجة تفتكر اخر حاجة بكيت عليها كانت ايه? اول انبارح. على ايه? كان قبل رمضان بيوم اه كان كات بكتاب اه بنت جاري لقدامي في الفيلة لقدامي. اه هو ومراته يعني والدت العروسة والدها توفف خلال 24 ساعة من القصص اللي يعني كان كورونا. وكان كات بكتابها وانا واقف يعني اصريت لانا لازم اروح لانها عزمتني. اصريت لانا اروح. طول ما انا قاعد دمعي نازلة. بس في ساعات كده المواقف. في ناس بتتكسف احيانا. يعني في ناس بتتكسف تقول ده او تبين ده. لا 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 بالعكس انا يعني في مواقف بتأثر بها جدا يعني. وفي مواقف ببقى حازن فيها جدا. لكن عندي ده وده. طب قول لنا بقى موقف رومانسي كده بقى مع مع المدايم مسلا او مع مو انت صغير اه حاجة كده عمرك ما تنسيها مسلا اشتريت ورد في وقت معين. لا لا. عمرك اشتريت ورد? بيجي لك بس صح? بيجي لك بس صح? بيجي لي ورد اه. باش شريش. باش شريش. لا في مرة كنت كانت الغزالة راية كده. وقبت جبت ورد في عيد العيد الاب. عيد الحب. عيد الام ولا? لا الام في الهداية كبيرة شوية. عيد الحب. هي مستدقيتش. ايه ده مين جابها لك? كنت لها الله لازم بلا جابها. بس في يعني ساعات كده با في مواقف رومانسية ظريفة يعني. حبيت كم مرة في حياتك? آآ كثيرة يا كون دعا عمالي بتفاقة? لا لا لا. هي يعني واحنا واحنا شباب لسه بقى في الام بناعب كورة وجميع مرة وبعد كده بقى المرة بتاعت الجواز بقى خلاص يعني. لا بقى شكل خايف. لا لا خالف العكس مش هستطيعلك الوش التاني لا لا الحمد لله يعني طيب خلينا كمان مستمرين معاك فيما يخص حياتك وشكل حياتك زماني لو رجع بيك الوقت ممكن يعني ايه الحاجة اللي مش ممكن تعملها ابدا في حياتك العصبية اللي انا كنت فيها وزادت معايا مش هتعصب تاني يعني وانا صغير كنت دايما عصبي يعني محبش هتغلب محبش مثلا حد ينتصر علي فدي زادت معايا لو رجع بيك الزمن بيش هعمل تاني سيب الظروف كده هتمشي زمانية كده دي اكد من الحاجات اللي هي اللي ممكن الواحد يتدركها الحاجة التانية لو رجع بيك الزمن لكنت لعبت في الاهل او الزمالك دي انا حسن